الأخت ياسمين اللي كانت حامل وبعد عندها ولد وبنت وبعد البنت كانت طبيب كان حاملها صعب جدا فقالولها ما تحتش يعني وسيلة وانه مش هيحصل حامل فحصل حامل وهي أجهدت في شهرين بتقول علي زم لا شيء عليكي بناء على قول السادة الشافعية اللي هم شايفين ان يجوز عندهم الإجهاض قبل نفخ الروح مطلقا مطلقا يعني لأي سبب أنا شايفه فتقليدا لقول الشافعية لا شيء عليك وعلى زوجك وعلى كل حال الإنسان يستغفر وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فأمر أهل الإيمان بدوام التوبة لله تعالى وربط التوبة بالفلاح ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الفلاح اللهم أمين يا رب العالمين